المعلوم أن ابن عباس ولد في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عفواً الولادة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فثلاث سنوات لم تكن هناك فرصة للاحتكاك به ولذلك لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم لبقائه في مكة مع والده إلا في عام الفتح هذا في السنة الثامنة للهجرة فبالتالي كان عمر ابن عباس رضي الله عنه في تلك الفترة 12-11 بعضهم يقول يوصلها إلى 15 سنة فنقول بهذا العمر الذي التقى به ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم نتلمس هذا السن كيف يعمل وكيف يربع وهذا السن قد يكون هناك إلى متى تقريبا كانت هي إلى مفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقريبا كم استوعب المؤتراح من 8 إلى 10 يعني سنتين يعني هو مدة خارطة يعني كوفية وعمره 13 سنة 13-15 على أكثر ماقيل ابن عباس نعم أكثر ماقيل إذن نحن نتحدث تقريبا عن مرحلات الطفولة المتأخرة المراهقة المبكرة بعد حتى نعم هو في المصطلح العربي ومصطلح أن المراهق هو من قارب قارب البلوغ وليس من تجاوز البلوغ هذا المصطلح حقيقة يعني الاختلاف فيه ليس اختلافا لفظيا حتى الغلام سبحان الله الذي ذكره في القواميس أشاروا إلى هذه يعني من أولادته إلى وقت بلوغه فهم يعبرون عن المراهق بأنه من قارب الاحتلام جميل ولذلك الحقيقة هذه الفترة الزمنية بسبب الخطأ في التعريف المراهق أهملت وكأنها طفولة بينما هي في هذه الفترة في تراثنا الشرعي وتراثنا العربي في التربية هي إعداد للرجولة جميل لأنه في سن الخامس عشر يدخل سن التكليف بالتالي يحتاج أن يكون معد قبل التكليف لهذا التكليف التي سيحمل مسؤوليتها بعد الخامس عشر وذلك ينبغي تكون تربية تربية من يعد لهذه الحكم ويظهر هذا جليل أستاذ سليمان أنه ما جاء بعد ذلك من عطاءات من حبر الأمة هي كانت لهذه الفترة السنتين شيء كبير والأثر الكبير وهذا دور المربين هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية